في كل عصر وفي كل زمان الله يقيم رجال ونساء يقفون في الثغر حتى يكونوا سبب وآدات نجاة وخلاص للشعب في أزمة معينة وفي حقبة تاريخية معينة انقسمت مملكة إسرائيل إلى قسمين يهوذة المملكة الجنوبية يهوذة اللي كان منها صبت يهوذة وبن يمين والمملكة الشمالية بعد ابن سليمان رحب عام اللي حكم يهوذة ويروب عام اللي حكم الأصباط الشمالية العشر واتغيرت الملوك في مملكة الشمالية مملكة إسرائيل في هذه الحقبة التاريخية كان الملك أخاب الملك أخاب كان أشر ملوك إسرائيل وعشان يزيد على شره وفساده تزوج إزابيل الملكة إزابيل ابنة أثبعل خادم وكاهن البعل من ملك في منطقة الصيدونيون وجاء بها وهي أحضرت عبادة البعل في إسرائيل وكرست 450 كاهن لعبادة البعل و400 كاهن لعبادة الإلهة عشتروت وقتلت أنبياء الرب واتهدت شعب الرب وطالبت بعبادة البعل مما أدى الإبتعاد والارتداد عن عبادة الله الحي لكن في هذه الفترة الزمنية الله أقام رجل الله إليا النبي يظهر فجأة في التاريخ ويختفي فجأة في التاريخ في مركبة نارية عند أول جمل نسمعها إليا التشبيه من مستوطني جلعاد أول جمل قال حي هو الرب الذي وقفت أمامه إنه لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قوله فمن هو رجل الله أو نبي الله اللي فعلا كلام الله في فمه حق كما قيل عن إليا في آخر آية في ملوك الأول إصحاح 17 فإذن رجل الله اللي في حضور الله حي هو الرب الذي وقفت أمامه في كلمة الله بيتكلم بروح النبوة هو رجل مقدس ويستطيع أن يصنع المعجزات والآيات لأنه في علاقة مع إله حي فكانت صلاة إليا كتأديب للمملكة الشمالية أنه سكر السماء ثلاث سنين ونصف ما فيش مطر ونتعرفين بلادنا أرض فلسطين الأراضي المقدسة ما في عندنا مثل نهر النيل أو الدجلة أو الفرات إحنا عايشين على رحمة الله ما عنا يمكن نهر الأردن يعتبر جدول صغير إذا ما قررناه مع النيل العظيم طبعا لكن اللي عنا ياته إنه في مطر لما بتمطر الكتاب يتكلم بركة فهذا بيكون بركة لكن لما ما بتمطر بتكون تأديب على الشعب في الأراضي المقدسة فإذا إليا استطاع أن يوقف السماء ثلاث سنين ونصف وبعدها صلى رجع المطر فكان التحدي لإليا طالما أن كل المملك ارتدت يجتمعوا على جبل الكرمل وقال لهم حتى متى تعرجون بين الفرقتين إن كان الله فاتبعوه وإن كان البعل فاتبعوه وكان التست إنه يجيبوا طبعا عجل يقسموه يقطعوه ويحطوه على المذبح والإله الذي يجيب بنار فطالما أنت بتدعوا كمان البعل عنده قوة على إنزال النار خلينا نشوف من هو الإله الذي يجيب وفعلا أعطى الأولوية لأنبياء البعل صلوا أكتر من تلتين النهار عند معادة تقدم المسائية مكتوبة عن إليا رمى مذبح الرب النتيجة صلة صلاة الإيمان نزلت نار الرب لكن هنا ما أريد أن أقول شو بتعمل الصلاة فسقط جميع الشعب على وجوههم وقالوا آي 39 الرب هو الله الرب هو الله للأسف اليوم اسم المسيح عم يسخر منه سواء في الإعلام في الغرب سواء الاتهاد في الشرق في كل الوسائل في كل الطرق اتهدات فكرية جسادية نفسية على المسحيين وكما تقول إحصي أكتر شعب مضطهد في العالم هم المسيحيون فإذا مع كل هذا أحبائي اتصور أن الناس بتفتخر بالأمور الخلاعية وبتتحد الأديان والخلاعة والعلمانية والإلحادية كله بيتحدوا مع بعض بس من أجل أن تكون روح ضد المسيح في شخصية وهوية المسيح مع كل جماله وكماله لكنهم يكرهونه لأنهم يكرهون أتباعه فإذن صلى إليه صلاة ونزلت نار الرب وكل الشعب قال الرب هو الله الرب هو الله اشتركوا في القناة